اعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان عن حجم التمويلات السكنية خلال الربع الاول من العام الجاري 2021 حيث بلغت اكثر من ثمانية ملايين دينار بحريني استفاد منها نحو 160 مواطنا وقد اكد الحمر ان هذه الخدمات تأتي في اطار خطة الوزارة لتنوع الخيارات امام المواطنين من خلال تسهيل الحصول على التمويلات لتوفير السكن الملائم الامر الذي يتماشى مع رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بشأن استدامة وتسريع وطيرة توفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين وبما يواكب الالتزامات الاسكانية الواردة في برنامج الحكومة واوضح وزير الاسكان ان الوزارة قدمت 65 خدمة تمويل شراء و85 خدمة تمويل بناء و10 خدمات تمويل ترميم مؤكدا ان وزارة الاسكان تهدف الى تطوير الحلول التمويلية والاسكانية التي تؤمن خيارات متنوعة وفورية للمواطن البحريني المستفيد من الخدمات الاسكانية اذ تقوم خدمات التمويل وفق نظام مبسط خصوصا فيما يتعلق بعملية السداد الميسرة التي تراعي دخل كل مواطن على حدة واوضح الحمر ان تمويلي الشراء او البناء الذين يصل سقفهما الاعلى الى 60 الف دينار يقومان بمنزلة الاستحقاق السكني اما برنامج مزايا الذي يقوم بمنزلة الاستحقاق السكني فهو خدمة اسكانية منفصلة تتمثل في الدعم الذي تقدمه الوزارة عن طريق الحصول على تمويل مصرفي يصل الى 81 الف دينار ويسدد مقدم الطلب 25% فقط من دخله الشهري وتلتزم الحكومة الموقرة من خلال الوزارة بتوفير الدعم المالي الحكومي الذي يغطي القيمة المتبقية للأقصاط الشهرية لدى البنك المشارك ترجمة نانسي قنقر